اشتركوا في القناة ويرجع كما كان يعني بطال ليس له منحة وليس له عمل ولم يستفيد من شيء لذا احذروا رفض عرضين اثنين لمنحة البطالة عبد العالي دروى يوضح حول هذا الموضوع في فيديو قديم من بين الاتزامات التي درجناها في مشروع المرسوم هو ان الانسان يعرض عليه عرضي عمل إذا رفض عرضي العمل بإمكانه نصح منه الاستفادة من هذا عنده حاجتين عنده الحالة الأولى لأنه الذي يستفيد من هذه الملحة له التزامات ومن بين الالتزامات أولا إعادة تسجيلها على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل كل ستة شهر حاجة تانية أنه إذا قامت المصالح مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بتوجيهه لعمل وفق مؤهلاته نعطيه الفرصة الأولى والفرصة الثانية إذا رفض تسحى منه المنحة هذه ثالثا إذا كان الانسان هذا شفنا بل منصب شغل يتطلب تكوين متخصص لمدة قصيرة لتمكنه من تحسين قابليته للتشغيل ويرفض في هذه الحالة أيضا تسحى منه منحة البطالة ترجمة نانسي قنقر